زهني في الاطفال اول حاجة ان انت التفل اول ما يتولد لو شدته من ايدي كده مفروض يهم يمسك راسه يهم معاك كده هو براسه او على الاقل راسه ما تسقطش وراه التفل احنا زي ما اتفقنا ان النموه الزهني بيتحصل من فوق لتحت ان العيل يمسك رقبته الاول وبعد كده يمسك وسطه وبعد كده يمسك رجدين لما شد العيل مفروض ان راسه دي ما تتريميش وراك ده تبقى في نفس مستوى الجسم لو لقيته راسه مرمية الورا لازم تقلق لو شعارف يمسك رقبته مفروض يمسك رقبته من ساعة الولادة لاش يمسك رقبته ان يهمي بها ساعة ده قال لي لما بقاش مرمية وراه زي العروسة اللعبة كده تتريمي راسه وراه لازم يبقى ماسك نفسه لنمسكش نفسه تراجع نفسك هل التفلي ده حصل له نقص اكسجين ساعة الولادة اذا اتفقوا ماسك تلاقي أن العين مرخرخ كده تشديه تبس تلاقي راسه مرمية وراه طب ما حصلش نقص أكسجين ساعة الأولادة تفقري في حاجة بالحاجة تيد العين ده مرخرخ ليه ممكن فيه أطفال لو عندهم حاجة اسمها متلازمة دون اللي هو ساعات بنقول عليه بالخطأ التفل المنغولي أن التفل ده لما تشديه التفل المنغولي دون أو التفل اللي عنده متلازمة دون دون أو الدون سندروم لما تشده كده ما يعرفش يمسك رأبته الله يمسي بالخير دكتور توم تيرنر في إنجلترا جابني كده وأنا دكتور صغير بيحفظني ألف به طب أطفال نقول للعين اللي عنده دون أو عنده متلازمة دون متلازمة دون ده فيها حاجات كثيرة ممكن أن يتبقى مسحوبة كده هو تبس تلاقي إيديه فيها بدل ما هم تلاتة كريزيس كده هو أو تلات تنيات للجلد تلاقي واحدة تلاقي أصبعص ده صغير شوية تلاقي صعوبة رجلية مفصولة عن بعض شوية كده حاجة اسمها الصندل لما تفحصوا ساعة الولادة ممكن ما تلاقيش حاجة من الحاجات دية لكن الحاجة السابتة في كل عاي اللي عنده دون إنه يكون عنده هيبوتونيا أو عنده رخرخة مش عارف يمسك العضلة بتاعت الرقبة بتاعته التعليم في الصغر كان نقش في الحجر خلاص المعلومة دي سابتة عندي أي طفل عنده داون لو احنا شكين فيه عنده متلازمة داون ولا ما عندوش ممكن ما لاقي عينيه كويسة ممكن ما لاقي ايديه كويسة ممكن ما لاقي رجله كويس ما لاقيش أعراض الداون الحاجة السابتة في الأطفال اللي عندهم داون إنه يكون عنده هايبوتونيا ما يعرفش يمسك رأبته فلو سبحت لو العين مراخرخ معاك ده هو مش عارف يمسك رأبته افحصه شوف عينيه شوف ايه ديه لا يكون عنده داون سندروم أو عنده متلازمة داون طب فحصت العيل دا ومراخرخ وما عندوش نقش سكسجين وما عندوش متلازمة بتاعت الداون سندروم أو التفل المنغولي ايه ممكن تفكر فيه تفكر ان العيل دا عنده ضعف عام في العضلات في حاجة مهمة جدا في الأطفال سعب نشوفها في عيادات الأطفال أو في العيادة تبص تلاقي التفل مراخرخ انت مرمي على السرير كده عامل زي العروسة اللعبة تشده علشان تفحصه تبص تلاقي العيل الرامي رأبته الورا مش عارف يصلب رأسه مش عارف يصلب رأبته ودي حاجة مفروض يعملها من ساعة الولادة تبص عليه تفحص العيل دا ساعات لما تفتح بقه كده تلاقي اللسانه عماله يتهز يتهزي كده يتهزي كده التفل دا ساعات يبقى عندهم حاجة اسمها فيردينج هوفمن ايه الفيردينج هوفمن دوا مرت في العضلات العضلات بتاعته سليمة بس مش وصل لها الاشارات اللي تخليها تتحرك تبص تلاقي العيل نايم على السرير مسكين عامل زي العروسة القماش مرخرخ اللعارف يمسك راسه ولا عارف يمسك وسطه ولا عارف يمسك رجله بيرضع قويس لكن بيجيله التهابات رأوية متكررة لان العضلات بتاعته بتاعت السدر بتاعته ضعيفة فكل شوية مش عارف يطرد البلغة من اللي بيخش في سدره فكل شوية يجيله التهاب أو التهاب رأوي العيال دول حاسين بكل حاجة يعنيه في منتهى الزكاء يبص لها كده هو بس مسكين مش عارف يتحرك فلو سمحت لو لقيت ابنك مراختك ساعة الولادة بتشده كده هو لقيت رسه مرمية الوضع فكر بعد الشر يكون عنده حاجة اسمها مرض في العضلات من الحاجات الشهيرة في العضلات أو حاجة اسمها البردنج هوفمن البردنج هوفمن ده على اسم الراجل اللي شخص أو اللي وصف المرض ده وانت وصف العيل ده على عكس العيال اللي حصل لهم نقص أكسجين العيال اللي عندهم نقص أكسجين عندهم مطفية مش زكي معاك لكن العيل اللي عنده بردنج هوفمن العقل بتاعه والنمو الزهن يهيل بس عضلاته عيني بتأثرة فبحاسس بكل حاجة وبسستك وتلاقي عينيه في منتهى الزكاء بترحة جاية معاك لكن مسكين عنده بردنج هوفمن عنده رخرخة في العضلات ومعنا